طيب الجهاز المناعة لو ضعيف ايه ممكن ايه الاضرار اللي ممكن تترتب على ده حاجات كتير بقى الحقيقة ضعف جهاز المناعة هيفتح الباب انه يبقى فيه كل انواع العدوى اللي ممكن تتخيلها يعني العدوات البكتيرية كلها عدوات الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الاسهال طبعا امراض الفيروسية لكن يعني الحقيقة كمان ضعف جهاز المناعة لانه بيقوم بدور مهم في الدفاع عن الاورام ده حاجة مهمة جدا ضعف جهاز المناعة بيؤدي الى الاصابة بعض انواع الاورام كمان فطبعا دي فيه خطورة كبيرة من ضعف جهاز المناعة يعني التسمية في حد ذات الحقيقة مهمة جدا نحن يعني نبقى عارفين ايه المضاعفات اللي بتحصل بسبب ضعف جهاز المناعة تقود جهاز المناعة مش ممكن تؤدي لنفس المضاعفات دي بالزبط وعشان كده يعني انا دايما نسأل ايه اللي بيقوي الجهاز المناعة اوه مفيش حاجة بتقوي جهاز المناعة هو احنا نقدر نقول ان جهاز المناعة فيه حاجات كتير جدا تضعفه لكن مفيش حاجات بتقوي يعني احنا نقدر نقول كده ان جهاز المناعة احد عنده جهاز مناعة قوي ده يبقى خلل بالزبط يعمل بكفاءة او ان جهاز المناعة يعمل بالزيادة شوي لانه لو عمل بالزيادة شوي او عمل قليل شوي هتحصل مشكلة طب ميال مشاكل على الزيادة كتير كل الامراض اللي احنا بنسمع عنها مناعة ذاتية هي دي عبارة عن جهاز المناعة بيهاجم الجسم فلو قلنا مثلا او لو شفنا مثلا انه جهاز المناعة بيهاجم الرئة فيعمل تلايف في الرئة او جهاز المناعة بيهاجم الكبد فيعمل تلايف في الكبد او يعمل التهاب في الكبد او بيهاجم النخيع او بيهاجم القلب او بيهاجم المخ او بيهاجم العضلات يعني كل بقعة في الجسم هي محاطة حياتنا بنقول ازاي نقوي جهاز المناعة ازاي نضبط بقى جهاز المناعة وده لازم يكون عن طريق طبيب غلط طبعا غلط هو التعبير خطأ عشان كده ما فيش يعني ما فيش ناحية العلمية تعبير بيتكلم عن أن احنا نقوي جهاز المناعة هو الحقيقة كمان ما فيش يعني مسألة أن احنا نقوي دي نقوي دي ليه؟ احنا عايزين نقوي ليه؟ يعني احنا عايزين الأجهزة الجسم مش زي موتور العربية احنا عايزين نقويه احنا عايزين يشتغل بشكل سليم يعني حتة النقوي دي مش موجودة عندنا يعني هو في الاول وفي الاخر الجسم يبقى له شوية وظائف او فانكشنز المفروض يقوم بيها والأجهزة اعتقد برضو بتبقى لها نفس القصة يعني لو حد مثلا عنده جهاز المناعي مش عارف بقى اقولها ايه قوي مثلا وداخل عليه دور برد حيقاومه بشكل او باخر ولكن حيبقى المشكلة حتصبه في حاجة تانية طفح جلدي صدفية حاجة في الجسد في اي بقى ايا كان في اي مكان صح حالك كنت بتقول ان جهاز المناعي بيقاوم الأورام ممكن يؤدي ان هو يهاجم نفسه فيؤدي لوجود أورام بالزبط كده يعني حيعكس الفانكشن بتاعته او حيعكس الوظيفة بتاعته بالزبط كده بالزبط كده ان هو يحافظ عليها فعشان يحافظ عليها فيه زي ما بقول حضرتك كده خط رفايع انه هو ما يهاجمهاش لانه لو توحش وابتدى انه هو يعني يتصرف تصرفات أخرى حيهاجم أهل البيت وهو ده اللي احنا بنخاف منه بقى لان هنا بقى عندنا لستة يعني لا تنتهي من الأمراض يعتبر انه ينكم من 30% 35% من الأمراض الشائعة لها سبب مناعي مباشر انجهاز المناعة ابتدى يهاجم الجسم بتاعته يحصل فيه خلل عن شغله اللي هو معتاد عليه